اشتركوا في القناة اللي هي موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الأحد وهي المنزلة للعلاج والفراق والخلاص والحرية ورح يظل القمر فيها موجود لغاية الساعة 5 و 26 دقيقة من صباح اليوم الاثنين لينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة بلع وهي للعلاج والفراق وتلاف الأموال والحرية طبعا القمر بما أنه موجود في برج الجدي في هذه الفترة كل الأبراج أو جميع الأبراج منعود لطبيعتنا الجادة من حاول إنجاز عمل متراكم ومنجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة وبتسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر وأيضا في هذه الفترة بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفة أثرية أو البدء بحمية أو شراء أو تجديد أو مراجعة إلها علاقة بشركات التأمين بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية تقابل السلبية بين الزهرة وبين المشتري وحكينا هاي تأثيراتها لغاية يوم 13 اللي هو اليوم آخر يوم لإلها هاي زاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك بتدل على مشاكل مالية بتتعرض لها بعض المؤسسات المالية والبنكية في البلاد بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير كما بتعرض أنها هاي الفترة بصير في مشاكل في ميزان التجارة فبصير بعض العجز في التجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى المستوى الفني برضو بتم تضيع الكثير من الأموال في الدعاية وخصوصا للأمور الليلها علاقة للمنتوجات أو التسويق اللي ما بتلاقي الاستحسان المطلوب لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين المريخ وبين زحل وهي التأثيرات لغاية يوم 14 بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في عملنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين عطارد وبين نبتون وهي تأثيرات لغاية يوم 16 بيكون عندنا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وهذا الشيء ممكن ينتج عنه سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك وممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية بين عطارد وبين بلوته وهي تأثيرات لغاية يوم 19 طبعا إلها ذروي أخرى يوم 17 بتزيد من حد الذهن وحدثنا ونقدنا وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية التربيع السلبية لبين زحل وبين أورانوس طبعا هاي ذروتها ما إلها ذروي لأنها هاي زاوية منفصلة ولكن تأثيراتها لغاية يوم 16-11 منصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوة حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل أو أمور إلها علاقة بالطائرات وحوادث إلها علاقة برضو بسكل حديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل مع القمر فاليوم عنا ثلاث زوايا الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي طبعا رح تكون ذروتها ساعة 12 و14 دقيقة بعد منتصف ليلة هاي اللي هي ليلة الأحد على الاثنين يعني بعد منتصف الليلة ب14 دقيقة بتوقيت جرينيج بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر لغاية ساعات ظهر يوم الاثنين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين أورانوس وطبعا هاي ذروتها ساعة 22 و36 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من الآن عفوا هاي تأثيراتها من ساعات الصباح وبتستمر لغاية ساعات المساء يعني من أن نأخذنها هاي تأثيراتها طيلة يوم الاثنين هاي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية إيجابية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي طبعا ذروتها ساعة 11 ونص مساء بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات المغرب تقريبا وبتستمر لغاية صباح يوم الثلاثاء هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ونمتنع عن عمل عمليات جراحية لإلها الركبتين، المفاصل، العمود الفقري، عضلات العمود الفقري، الردفة، العظام، الأسنان، الأوتار، الأربطة، الجلد، الشعر، الطحال، وجهاز التوازن طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها قبل قليل طبعا هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل لا حق ولا جراحة ولا إزالة شعر ولا قص شعر حتى وحتى أمور الصبغ نبعد عنها خصوصا اللي هو قص الشعر العلاجي والصبغ الكيميائي أما الحنة وقص الشعر العادي فما فيه أي مشكلة رغم أني أنا ما بنصح حتى في هذا الأمر بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي خلو المسار القادم بيبدأ يوم الثلاثة 14 في تمام الساعة 3.48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 10.20 دقيقة صباحا لا يستقر القمر في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره 8 أيام في تمام الساعة 1 دقيقة بعد الظهر بصير عمره 9 أيام نسبة الإضاءة 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة هي الآن سعيدة بنسبة صفر لهو موعد بث الحلقة في ساعات الصباح يعني عند قرابة العصر تقريبا بتصير سعيدة بنسبة 30% القمر في الجدي حتى يوم 14 طبعا هو الآن منتحس بنسبة 40% لهو موعد بث الحلقة بعد منتصف الليل بصير منتصف الليل الأحد على الاثنين بصير سعيد بنسبة 15% في ساعات صباح يوم الاثنين بصير سعيد بنسبة 45% ساعات الظهر برتفع لغاية 70% ساعات العصر بترتفع نسبة السعادة لـ 85% عطارد في العدراء اللي أنها تراجعه الآن رجع للحركة العمامية ولكن التأثيرات السلبية ما زالت موجودة طبعا هو رح يضل في العدراء لغاية يوم 10-10 ما زال منتحس بنسبة 40% الزهرة في الميزان حتى يوم 23-10 ما زالت منتحسة بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30-10 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28-10 بعدين بهذا التاريخ بدو يرجع للحوت ويكمل تراجعه منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثاور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتتركز جهودكم اليوم نحو العمل والعلاقات مع المسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم طبعا اليوم هذا مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبإمكانكم تعززوا علاقاتكم مع المسؤولين أو إذا الملتزم أنت بدوامك ممكن الطالب بترقيه بترفيع أو تلفت أعمالك انتباه المسؤولين عنك اليوم برضو ما بينفعك العناد ولا التحدي حتى لو اشتدت الضغوط عليك حاول تبرر عملك حاول تظهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة شوي أو صعبة وإنت طباعك شوي متقلب اليوم أفكارك مشتتة في نوع من أنواع العصبية نتيجة الغضب أو الاضطراب ضبط العصاب مطلوب ما في داعي للمجازفة ولا لعمل أي شيء بشوه السمعة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم مشاط عالي جدا عندكم بتنشطوا في أمور الحلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة العلاقات مع الأجانب وبرضو بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا يوم مناسب للأمور اللي إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات الجامعية أو التسجيل الجامعي أهم إشي أنه ما تجعل شيء يحبط يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة اليوم بتنحصر عواصف الأيام الأخيرة ترتفع عندك المعنويات بتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر للتواصل للنقاشات اللي إلها علاقة بالدين بالفلسفة أو بحث عن موضوع معين وأيضا مناسب لورشات العمل برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية الأجواء الأحسن من الأيام الماضية لأنه تحرك القمر صار موجود في البيت الثامن فالتركيز كله على الأموال المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة يعني شراكة مالية أو شراكة عاطفية من الزوج من الزوجة وبرضو صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة لمعض الرعاية أهم شيء أنك ما تتشبث بمواقفك المتصلبة بدك تكون مرن مبتسم ناقش بليونة ودبلوماسية راجح حالك أكثر من مرة ما تتخذ قرارات حاسمة لأنه عطارد ما زال تأثيراته السلبية موجودة اتكلم وعبر عن آراءك اليوم أنت جريء أكثر من الأيام السابقة ولكن بدك ما تتخذ قرارات تكون يعني شوي مندفع فيها أحاول أنك تبدأ يومك بروح رياضية واستغل الأمور المالية لأنه إلك مكاسب فيها كثيرة مثل مراجعة بنك ضريبة تأمين أشياء من هذا القبيل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر الآن صار مقابلكم تماما فعشان هيك بظل تفكيركم كله مركز على أمور الشراكة المالية والعاطفية بإمكانكم اليوم تدعيم شركاتكم سواء في العمل أو في العاطفة أو مع شركاتكم مع الأزواج يعني توطيد العلاقة مصالحات تراجع عن قرارات سافقة وبظل هذا يوم مناسب للقيام بعمل مشترك ولكن بما أنه القمر مقابلك في الجدي معنات وطاقتك ضعيفة فالأجواء ممكن تكون في بعض الأوقات متوترة حاول أنك تركز بشكل جيد ما ترتجل أي شيء الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط والمسؤولية عليك هدئ من روعة ما تنفعل لأنه ما بينفعك أنت الحلقة الأضعف فأي شيء بتبادر فيه رح تكون أنت المسؤول أو أنت تتحمل نتيجته برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا التركيز كله رح يكون على العمل والصحة اليوم فبيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا مع هيك عندكم قدرة على إنجاز قسم كبير منه أهم شيء أنكم ما تهملوا صحتكم هذه فترة فيها عمل كثير وفيها عمل جيد فعشان هيك بدك تكون أكثر انضباط وتنظيما ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية فعشان هيك بدك تحافظ على استقرارك وعلى وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد الزملاء أو المعاونين لإلك أو أحد الأصدقاء وممكن يكون عندك عمل جديد أو تعمل لساعات إضافية لإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أهم مش أنك تركز في أعمالك ما تسلمها ناقصة أو بحاجة للمراجعة برج العدراء بالنسبة لموليد برج العدراء فطبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم يوم قوي جدا القمر موجود في البيت الخامس بيت العاطفي والحب وبإمكان كل يوم تعززوا العلاقة مع أحبائكم ويعتبر هذا يوم مناسب لممارسة نشاط فني أو هواية أو ترفية وهاي فترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجئة وسعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة أكثر ممكن شوي هيك تشعر ببعض الندم على بعض التصرفات اللي تصرفتها في آخر فترة وتحاول تتراجع عنها أو ترتبها من أول وجديد تعتبر هاي فترة بناءة وإيجابية فحاول أنك ترتب أوراقك بشكل عقلاني برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة لأنه القمر في البيت الرابع فبتفضلوا التركيز حول شؤونكم اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة زي ما حكينا بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن شوية تكون مضطرب أو مرهف الحس بعض الشيء تتأثر من موقف إلو علاقة بالعائلة بالأبناء بتشعروا بالارتباك أو ممكن تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا من المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة في بعض الأوقات رح تنشغل في أمور إلها علاقة بالمنزل ممكن بعض الأعطال صيانة ترتيب مناسبة جمعة يعني أشياء من هذا القبيل ولكن هذا شيء بلفت انتباهك أو بأخذ وقت كبير من وقتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر وصل للبيت الثالث يعني عندكم نشاط وحيوية وطاقة عالية جدا واليوم ما رح تهدأ وتيرتكم نهائيا فعشان هيك بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة برضو اليوم انتم بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر لدرجة انه بتحللوا أي شيء بسرعة عالية وعندكم قدرة عالية جدا على الإقناع باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصلوا على فرصة جيدة اتبرروا من خلالها مشاعركم أو اتبرروا مواقفكم يعني نشاط بالتنقلات والاتصالات والحوارات والامتحانات وكلها ان شاء الله إيجابية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي خلال هذا اليوم نشاطكوا على الأمور المالية بشكل كبير منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو على جائزة ممكن تحتاجوا لمساعدة من جهة ما أهم شي انكم ما تتكبروا على الموقف هذا الكواكب تعمل لصالحك تدريجيا بتسهل عليك كثير من الأمور أم شي انك ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك ممكن اليوم هيك تكون التركيز حصري على الأمور المالية والممتلكات فعشان هيك بدك تعزز وضعك المالي ابتعد عن المصاريف الزيادة أو الأمور اللي إلها علاقة بالدفعات المالية البذخ وانتبه على أموالك برضو من السرقة أو الضياع برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا يوم يعتبر إيجابي بما أن القمر صار موجود عندكم واليوم أنتو بتشعروا بنشاط أكثر من الأيام الماضية وهذا اليوم بعوضلكوا الأيام اللي راحت يعني الضغط اللي كان عليكم في الأيام الماضية اليوم تشعروا أنه تلاشى بوسعكم اليوم السيطرة على زمام الأمور حاولوا أنك تبحثوا عن الأشياء الجديدة أو عن أمور جديدة عشان تتحركوا من خلالها ممكن تبحثوا عن أمور مميزة تعيشوا فترة واعدة من الأفراح النجاحات تعتبر هذه فترة ممتازة جدا حاول أنك تدخل التنويع لحياتك الشخصية لأنه خلال الأيام الماضية كلها أيام إيجابية ودعمة لإلك فيها انفراجات وفيها تسويات فيها نشاط واتصالات وتلقي بعض الأخبار المهمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتشعروا بالتعب لأنه القمر صار موجود في بيت المتاعب رح يظل خلال اليومين القادمات برضو موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا أنك تخلدوا للراحة هذه فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاولوا إنهاء الشهر بسلام لأنه شوي ضغوط كبير عليكم صحيح إنه الشمس موجودة بالميزان وهي بتدعمكم بقوة ولكن لسه ما أعطت الطاقة الإيجابية بالكامل مع الزهرة مع الأمور هاي يعني هي بحاجة لبعض التروي وبعدين الأمور كلها بتصير لصالحكم ممكن تواجه ضغوط وعرقيل وامتحانات صعبة وممكن تخسر صبقة تجارية أو تحزن لخبر فعشانك ما داعي ما في أي داعي للتسرع يعني المسألة مسألة وقت يومين وبعدين الأمور بتتغير لصالحك بيقى كثير من الأشياء برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتميلوا للتواصل مع الآخرين وبتنجحوا برضو في حاجة تأييد أو دعم لقضيتكم بتتحمسوا للقاء الناس والتعارف معهم ممكن تسافر أو بعض الموليد برج الحوت يسافروا أو ينضموا لجمعية أو يهتموا لشؤون الأقارب أو الشريك يعني الأجواء ممتازة جدا اجتماعيا فلازم تستغلها بكل طاقتك علاقاتك معارفك أصدقائك ممكن تحصل من خلالهم بعض المكاسب أو الدعم أو تحقق بعض الأمور اللي أنت بتطمح لحلها في الأيام القادمة فصوصا أنه القمر بدك تكون جاهز يمان يومين رح يوصل لبيت متاعبك فلازم تستغل هذا اليوم لترتيب الأوضاع عشان تكون بالأيام القادمة مرتاح لحديث ما يوصل القمر لا عندك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا أن نسقت في رعاية الله وحفظه ولينجم جقت اбо إليك نر